الجهاز البولي التناسلي لكلب السمك يتكون الجهاز البولي في الأسماك الغضروفية من كليتين مستطيلتين تقعان في الجهة الظهرية من تجويف الجسم كل كلية تتكون من جزء علوي غير فعال وجزء سفلي فعال يخرج من على السطح البطني للجزء الفعال من الكلية حالب يتكون من اتحاد خمس قنوات بولية يتحد الحالبان ويفتحان على الناحية الظهرية لحجرة المجمع يتكون الجهاز التناسلي الذكري من خصيتين مستطيلتين تتصلان بتجويف الجسم عن طريق مساريق الخصية وتخرج من كل خصية مجموعة من القنوات الصغيرة تسمى الأوعية الصادرة والتي تتجمع لتكون قناة واحدة ملتوية تسمى الوعاء الناقل أو البربخ تمتد للخلف وتصب في الحويصلة المنوية تفتح الحويصلتان المنويتان في الجيب البولي التناسلي حيث تتجمع الحيوانات المنوية في كيس منوي على جوانب الجيب البولي التناسلي حتى تتم عملية الجماع ويفتح الجيب التناسلي عن طريق حلامة بولية تناسلية في المجمع خلف فتحة المستقيم مباشرة كما يحتوي الذكر على مساكتين تساعد على الجماع أما الجهاز التناسلي الأنثوي فيتكون من مبيض واحد فقط وجد به بويضات كبيرة الحجم توجد على جانبي الجسم قناة بيض تتحدان من الأمام وتفتحان في تجويف الجسم عن طريق الفتحة الداخلية لقناة المبيض تنتفق كل قناة على مسافة قصيرة خلف هذه الفتحة لتكون غدة القشرة ويظهر انتفاق خلفي في قناة مبيض نتيجة لوجود لاحم يحتوي على محفظة البيض وتتحد قناة البيض في الخلف وتفتحان في الجهة الظهرية للمجمع بفتحة وسطية كبيرة الإخصاب يدخل الذكر إلى فوهة قناة البيض في الأنثى ويقوم بحقن الحيوانات المنوية وبعد الإخصاب يحاط البيض المخصب بقشرة شمعية رقيقة تفرزها الغدة القشرية حيث ينمو البيض داخل الرحم لحين الفقس لذلك فهي بيوضة ولودة وعادة ما يفقس البيض خلال خمسة إلى أحد عشر شهر ومن الجدير بالذكر أنه يتفاوت حجم البيض طبقا لحجم الأم فمثلا بيض الإناث في البحر الأبيض المتوسط أصغر من أولئك الموجودة حول المملكة المتحدة